كشفت دراسة حديثة طريقة جديدة للتخلص من الاكتئاب وللحفاظ على المزاج الجيد دون استخدام مدادات الاكتئاب نتابع من منا لا يعاني من الحزن والاكتئاب جميعنا نتعرض لظروف يومية مختلفة ومتنوعة وأحيانا قد تكون مرهقة قد تدفع البعض إلى اللجوء للأدوية والعقاقير للتخفيف قدر المستطاع من حالة نفسية سيئة ربما ذلك كان في الماضي بعد دراسة حديثة كشفت طريقة جديدة لتجنب الاكتئاب والحزن دون الحاجة إلى الأدوية والعقاقير علماء من جامعة لاسال في البرازيل توصلوا إلى أن ممارسة التمارين البدنية يساعد في الحفاظ على مزاج جيد في أصعب الحالات التي تصيب الإنسان ويحميه من الإصابة بالاكتئاب الدراسة توصلت لهذه النتيجة بعد أبحاث أجريت على أكثر من ربع مليون شخص مما لا يعانون من أي أمراض نفسية المشرف على الدراسة أكد أن هذه الدراسة هي الأولى من نوعها وأنها لا تتعلق بالعمر وتشمل كلا الجنسين وهو ما يساعد في التخلص من مضادات الاكتئاب التي كشفت دراسة أخرى أن جرعة واحدة منها تكفي لإحداث تغيرات كبيرة في دماغ الإنسان خلال ثلاث ساعة فقط ووفقا لدراسة بريطانية فإن مضادات الاكتئاب تزيد من خطر الانتحار كما تضاعف من السلوك العدواني لدى منه دون سن الثامنة عشر بعدما حلل الباحثون سبعين مضادا للاكتئاب شمل أكثر من ثمانية عشر ألف شخص ويأمل الباحثون أن تسهم هذه النتائج في تعزيز أنماط الحياة الصحية ودراسة تأثير أنواع مختلفة من الرياضة على الصحة النفسية لأفراد المجتمع